بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة المدارس الزراعية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة وحلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون مخصصة بالمراجعة النهائية لمادة خدمة الحاصلات البستانية تخصص إنتاج الحاصلات البستانية في البداية عايزين نفكر مع بعض إيه هي الورقة الامتحان إيه هي المواصفات بتاعتها عشان لما أوصل أو أعد في لجنة الامتحان بتاعتي أعرف أنا هتعامل مع الامتحان بتاعي إزاي مادة إنتاج الحاصلات البستانية بتنقسم إلى ثلاث فروع فرع الفكهة وفرع الخضر وفرع الزينة وكل فرع منهم بيبقى له سؤال مستقل فيما عدا إن سؤال الفكهة غالبا بيكون عبارة عن سؤالين إذن ورقة الامتحان عندي بيبقى فيها أربع أسئلة سؤالين في خدمة حاصلات الفكهة وسؤال في خدمة حاصلات الخضر وسؤال في خدمة حاصلات الزين وكل سؤال من الأسئلة بينقسم إلى ثلاثة أجزاء بيبقى فيه ألف ويبقى وجيم المطلوب من حضرتك هتجاوب على كل الأسئلة بس من كل سؤال هتختار منه جزئين اتنين بس بمعنى السؤال الأولاني فيه ألف وبيه وجيم حضرتك هتختار ألف وبيه أو ألف وجيم أو بيه وجيم وممكن لو فيه إمكانية أن حضرتك عايز تحل الثلاث أجزاء اللي موجودين في السؤال حل الثلاث أجزاء اللي موجودين في السؤال وحنستعرض مع بعض شكل المواصفات ورقة الامتحان زي ما احنا قلنا أن ورقة الامتحان هتبقى عبارة عن أربع أسئلة كل سؤال مقسم إلى ثلاث أجزاء ألف وبيه وجيم المطلوب أن احنا هنجاوب على جزئين فقط من الثلاث أجزاء وممكن لو حضرتك محتاج تجاوب الثلاث أجزاء كاملين جاوب الثلاث أجزاء كاملين طيب بالنسبة لورقة الإجابة ورقة الإجابة فيها متسع من الإجابة فيجب أو يفضل أن حضرتك لما تيجي تجاوب جاوب كل جزئية في ورقة إجابة مستقلة يعني الورقة فيها متسع عندك عدد أوراق الإجابة اللي موجود مساحة كبيرة فحضرتك ما تزنقش نفسك في الإجابة خلي الدنيا براح معاك ابدأ اشتغل براحتك اكتب براحتك خالص وخلي كل سؤال ألف في السؤال الأولاني في صفحة وبيه في السؤال الأولاني في صفحة وجيم في السؤال الأولاني في صفحة وهكذا لحد نهاية الامتحان إن شاء الله البيانات بتاعت حضرتك في البداية بتكتبها بخط واضح الاسم ورقم الجلوس والمدرسة اللي حضرتك تابع ليها وزي ما احنا قلنا بتبدأ بعد كده تنفس التعليمات الخاصة بالإجابة على كل سؤال وزي ما هنستعرض في بعض الأسئلة اللي حنوضحها لحضرتك وحنوضح مع بعض إيه هي التعليمات بحيث إن حضرتك تاخد الدرجة بتاعتك كاملة إن شاء الله بالنسبة لأول جزء هنتكلم فيه منهج الفكهة ايه الحاجات اللي هناخدها فيها؟ أنا خدنا فيها زراعة وإنتاج محصول العنب خدنا زراعة وإنتاج محصول الزيتون خدنا زراعة وإنتاج محصول الموز وخدنا زراعة وإنتاج محصيل النوالح وخدنا زراعة وإنتاج حاصلات التفاحية وخدنا المعاملات التي تجرى على الثمار بعد عملية الحصاد وبعد كده خدنا صفات السمر الجيدة وفي النهاية اتكلمنا على أسليب التسويق ده بالنسبة لمنهج خدمة حاصلات الفكة بالنسبة لمنهج الزينة دراسنا فيه انتاج لمجموعات نباتية مختلفة النباتات العشاب المزهرة ونباتات الأشجار ونباتات الشجارات والأسيجة والمتسلقات والنباتات المائية والنباتات النصف مائية والنباتات الشوكية والنباتات العسرية وكمان النخيل وأشباه النخيل بالنسبة بعد كده خدنا برضو جزء خاص بإنتاج ورعاية أبصال الزينة وجزء خاص بقطف الأزهار وجزء خاص بمعارض الظهور أما بالنسبة للجزء الخاص بمحاصيل الخضر فإحنا تكلمنا فيها على الخضر الجزرية ودرسنا فيهم محصولين محصول الجزر ومحصول البنجر وخدنا من الخضر الورائية تلات محاصيل السبانخ والملخية والبقدونس وخدنا من المحاصيل البقلية البسلة والفاصولية واللوبيا وأخدنا من المحاصيل العائلة القرعية البطيخ والشمام والخيار وقرع الكوسة وخدنا من المحاصيل السمرية محصول البمية وأخدنا الخضر النبت إحنا كده استعرضنا مع بعض إيه هي أهم المحاور اللي تم دراستها وحنستعرض مع بعض نموذج من نمازج الامتحنات وإزاي إن احنا نتعامل معاه نيجي نشوف أول سؤال عندي كاتب أولا مع السؤال خاص بنبتات الجزء الفكهة في رقم آلف بيقول لي ما بين أهم أسباب انتشار زراعة الموالح في مصر نبتات الموالح عيلة كبيرة جدا من العائلات النباتية وبتزرع في مصر بكمية كبيرة نظرا لأهمية الاقتصادية بتاعتها وكمان جودتها الاقتصادية العالية طب إيه السبب إن بينتشر زراعة الموالح في مصر بنوعياتها المختلفة سواء كانت مجموعة البرتقان أو مجموعة اليوسفي أو مجموعة اللامون أو مجموعة اللامون الهندي اللي بيتبحث نبات زي الجريب فوت نيجي نبص أول حاجة أو أول لما أجي جاوب على السؤال أنا عندي ده السؤال الأولاني هنا أبدأ أختار له صفحة هبدأ أتكلم فيها على أسباب انتشار زراعة الموالح في مصر أول سبب من الأسباب بلاقي عندي إن المناخ في مصر ملائم لزراعة أشجار الموالح فبتديني إنتاجية عالية وبالتالي بيتزود العائد الاقتصادي للمزارة الحاجة التانية نباتات الموالح بتتماز بالعديد من المميزات تضاف لأهميتها الاقتصادية وكمان إنتاجها في مصر بيعتبر إنتاج مبكر وعندي إنتاجيتها عندي بتكون التكاليف بتاعتها قليلة وتكون قريبة من مصادر أو أسواق التصدير للخير يبقى أنا ملائمة انتشار زراعة الموالح في مصر بعدة أسباب أول حاجة ملائمة المناخ القيمة الاقتصادية بتاعتها العالية إنتاجيتها المبكرة لأربعها من مناطق التصدير المختلفة فيه من ضمن الأسئلة المهمة جدا اللي بيجيني فيه الامتحان وده دايما من ضمن الأسئلة المشهورة يقول انسب الأصناف الآتية إلى ما حصلنا أنا عندي مجموعة من الأصناف الرومي الأحمر صنف ويليامز صنف البكوال صنف الكليمنتين دولة أربع أصناف نباتية كل صنف منهم بيتبع نبات من النباتات اللي تم دراستها أول حاجة لو جينا نبص لنبات الرومي الأحمر أو صنف الرومي الأحمر ده إحنا لما جينا تكلمنا عليه عرفنا أن الرومي الأحمر دوت من ضمن أصناف العنب طيب صنف الويليامز نراجع مع بعض كده أنا سامح حد بيجاوب معايا صنف الويليامز دوت أو تمام صنف الويليامز دوت بيتبع نبات الموز صنف البكوال صنف البكوال ده من ضمن الأصناف المشهورة لأحد نباتات المخصصة لإنتاج الزيت وهو محصول الزيتون صنف الكليمنتين وده بيتبع جزء من أجزاء العائلة الخاصة بين نباتات الموالح وهو نبات اليوسفي يبقى صنف الكليمنتين كتبت قلت بيتبع الموالح ماشي كتبت أنه قلت بيتبع اليوسفي ماشي يبقى هنا عرفنا إزاي نجاوب السؤال الأولاني سؤال كسؤال مقالي وهنا السؤال اللي بعدي كان سؤال خاص بإمس بالأصناف الآتية إلى محاصلة السؤال اللي بعد كده رقم جيم بيقول لي أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة هنا لما يجي لي سؤال زي ده يفضل أن أنا أكتب الجملة كاملة بعد كمال المنائط النقصة وتمييز المكان الإجابة بحلقة أو بخط تحت منها وببدأ أكتبها كاملة في كراسة الإجابة بتاعتي وبكتب عليها رقم السؤال أول سؤال هنا بيقول لي من أساليب التسويق لثمار محاصيل الفكهة أنا لما أجي أنا زارع فكهة وعايز أسوقها إزاي أن أنا سواها أنا عندي هنا طرقتين بصفة عامة في عملية التسويق في تسويق للأسواق المحلية وفي تسويق للتصدير وما عنديش بديل لها إما الحاجة أن أنا بطلعها من الأرض اللي عندي سواء كانت حصلات فكهة أو حصلات خضر أو حصلات زينة إما أن هي تزرع للإنتاج المحلي تسويق المحلي أو أن أنا أزرعها للتصدير للخارج تمام كده السؤال الثاني بيقول لي بيتبع نبات الجريب فروت مجموعة إيه نبات الجريب فروت يمكننا إحنا وإحنا بنعرف نباتات الموالح كنا بنقول أنه بيتبع مجموعة تسمى مجموعة الليمون الهندي يبقى نبات الجريب فروت بيتبع مجموعة الليمون الهندي تمام بينما يتبع البرتقان أبو سرة من اسمه طالما أنه هو برتقان أبو سرة أو سكري أو البرتقال الصيفي بيتبع مجموعة تسمى مجموعة البرتقال السؤال الثالث بيقول لي ينصح بتربية الأشجار المطعومة على أصول منشطة بالطريقة نقط في نبات الكميترة وطريقة نقط في نبات العائلة التفاحية نقف هنا شوية بس ونراجع مع بعض حتة صغيرة كده مهمة وإحنا بنتكلم على زراعة التفاحيات عرفنا أن نباتات العائلة التفاحية اللي بتزرع في مصر سواء كانت بصورة منتشرة نبات التفاحة ونبات الكميترة دي من ضمن النباتات اللي لما أبزرعها بيتزرع على وصول للتطعيم يعني أنا بيبقى زارع النبات أو بيستخدم فيها عملية التطعيم طيب هنا الأصل اللي أنا زارعه الأشجار المطعومة لو عندي أصل منشط يعني الأصل بتاعي بيزود النمو الخضري فأنا لو كنت هزرع نبات الكميترة بيفضل تربية النباتات بالطريقة الكأسية أما لو أنا زارع نبات التفاح طريقة التكاثر أو طريقة التربية هتبقى طريقة القائد الوسطي المحور يبقى هنا لو أنا هستخدم الأصول أو الأشجار المطعومة على أصول منشطة لو أنا زارع كميترة حيفضل تربية الأشجار بالطريقة الكأسية ولو أنا زارع تفاح أنا هستخدم طريقة القائد الوسطي المحور جزئية دي مهمة جداً إن هنا بتكلم على طريقة الأصول بتاعتي لو الأشجار مطعومة على أصل منشط لو زارع كميترة حربي الأشجار بطريقة كأسية لو زارع تفاح حربي بطريقة القائد الوسطي الجزء اللي بعد كده وجزء في غاية الأهمية بتكلم فيها على الوحدات حمل الإثمار في نبات العنب وبرضو دي من جد من الأجزاء اللي هنتكلم فيها برضو باستفادة شوية ما هي مكونات كرمة العنب عشان أقدر أوصل في النهاية الجزئية الإجابة على السؤال كرمة العنب بتتكون من مجموعتين رئيسيين مجموعة جزري ومجموعة هوائي المجموعة الجزري خاصة بالجزور اللي موجودة أسفل سطح الطربة والجزء اللي موجود الهوائي فيه عبارة عن الجزء والأزرق وفيه عندي بعد كده بالنسبة لكرمة العنب لما نيجي نبص للنبات العنب لازم أمفرق ما بين مجموعة من المصطلحات وأنا شغال معايا نبات العنب عندي حاجة اسمها فرخ وعندي حاجة اسمها قصبة وعندي حاجة اسمها الدوابر الفرخ دوت هو فرع نمو حديث للعام الحالي ويحمل الأوراق يبقى لو عندي فرع وموجود الفرع ده نمو العام الحالي ويخرج أو موجود عليه الأوراق بتاعته أنا بسميه فرخ الفرخ دوت إذا مر عليه الشتاء وعمل تساقط للأوراق أنا بسميه فرع ناضج وفي هذه الحالة بيسمى قصبة والقصبات اللي عندي بتختلف حسب عدد البراعم اللي عليها لنوعيتين في عندي حاجة اسمها قصبة ثمارية ويدي طولها بيبقى عليها من 10 إلى 15 برعم وعندي حاجة اسمها الدوابر والدوابر زي ما احنا عرفنا فيه منها دوابر ثمارية وفيه منها دوابر تجديدية وفيه منها دوابر استبدالية إيه الفرق ما بين القصبة وبين الدابرة القصبة عليها عيون أو عليها براعم عددها من 10 إلى 15 أما الدوابر عليها براعم من 2 إلى 6 براعم فقط طيب لما نجي بقى نبص للسؤال بتاعي بيقول ليه بيقول لي وحدات حمل الإثمار في العنب في حال التربية الرأسية لو أنا زارع التربية الرأسية هيبقى عندي الجزء الخاص بحمل الثمار هي عبارة عن الدوابر الثمرية اللي زي ما احنا قلنا عدد البراعم بتاعتها بيكون عليها من 2 إلى 6 براعم أما في حالة التربية على تكعيب أو التربية الكردنية بيستخدم فيها القصبات الثمرية يبقى وحدات الحمل الخاصة بمحصول العنب لو أنا زارع بتربية رأسية بيكون عندي دوابر الثمرية ولو أنا عامل تربية على تكعيب الحمل بتاعي بيكون على القصبات الثمرية نشوف السؤال الثاني في الفكهة زي ما احنا قلنا الفكهة عبارة عن سؤالين السؤال الأول بيقول لي علل لمياتي يقل محصول الموز للمزرعة بعد قضاء أربع إلى خمس سنوات من عمرها والسؤال الثاني بيقول لي ضرورة زراعة المناقحات في بساتين التفاحيات أو بستان التفاحة لو جينا نبص الأول سؤال عندي الخاص بمحصول الموز نتكلم عليه شوية برضو إيه اللي بيحصل؟ نبات الموزة ما احنا قلنا النبات الساق اللي عندي بتاعتي هي عبارة عن ساقة زبة والساقة الحقيقية للنبات بتستطيل في نهاية عمر النبات اللي في النهاية بتخرج الشمراخ الزهري اللي بيحمل بعد كده أو بنسميه بعد كده الصباط فيه عندي جزء موجود أسفل سطح التربة بيسمى الكل قاس بتكرار سنوات المزرعة ساق عام بعد آخر بتبدأ القلاسات دي تقترب من سطح التربة وبتبقى عرضة للإصابة بالأمراض يبقى عندي هنا المزرعة بتاعتي بعد أربع إلى خمس سنوات ليه أنا بيفضل أن أنا غيرها أو بيقل المحصول عندي إيه السبب؟ انتشار الأمراض وكمان ارتفاع مستوى القلاسة اللي موجود أسفل سطح التربة مما يعرض النبات لسقوط بعوامل الرياح يبقى أنا هنا لو أنا زالع مزرعة موز يفضل أن هي تجدد بعد أربع إلى خمس سنوات إيه السبب؟ إن العوامل النبات الأديم اللي عندي لو النبات ده موجود واستمر عندي خلال هذه الفترة بتبقى التربة بتاعتي عرضة للإصابة بالأمراض وخاصة الأمراض الددان السعبانية وكمان القاسة الخاصة بالجزء الجزور اللي موجود أسفل سطح التربة بتقترب من سطح التربة من أعلى وكمان عندي نبات الموز الحمل بتاعه بيكون حمل سقيل يعني النبات بيحمل وزن السمر بتاعتي بيبقى وزن سقيل ولذلك لما بيجي في عملية الحمل بيعمل لها دعمات بس برضو النبات ممكن لو تعرض للرياح النبات ده بيسقط نتيجة ارتفاع مستوى القلقسات بالقربة من سطح التربة الجزء التاني كان بيتكلم فيه على ضرورة زراعة الملقحات في بساتين التفاح هنا لما نيجي نبص لبساتين العائلة التفاحية بصفة عامة سواء كان الكومترا أو التفاح بلاحظ عندي أن عين دول من النباتات الأظهار بتاعتي أو الأصناف بتاعتي بيبقى عندي حاجة اسمها العقم الزاتي يبقى لو أنا عندي بستان من بساتين الكومترا أو بستان أنا زرع بالتفاح الأصناف اللي مزروعة عندي بتبقى أصناف عقيمة ذاتيا معنى أن كلمة صنف عقيم ذاتي يعني حبة اللقاح اللي من ظهرة النبات لا تلقح نفس الصنف ده معنى كلمة عقيم ذاتي يبقى هنا أنا لو أنا زرع العائلة التفاحية سواء كان تفاح أو كومترا يجب علي أن أعمل حاجتين عشان أضمن نسبة التلقيح وبالتالي زيادة المحصول أن أنا أعمل زراعة أصناف ملقحة أو زراعة ملقحات وكمان بقى أضيف خلايا نحل فيه بالنسبة معدل خليتين نحل بالنسبة للفدان طيب لو جينا نفكر مع بعض كده أهم الملقحات الخاصة بمحصول التفاح صنف الدورست جولدن وصنف العين شمير وعندي من ملقحات الكومترا صنف اسمه صنف هود يبقى هنا عندي ليه أنا ويجب علي توفير الملقحات في بساتين التفاحيات نظرا لأن النباتات التفاحية عقيمة ذاتيا طيب هل كل أصناف العائلة التفاحية عقيمة ذاتيا آه فعلا أنها أصناف عقيمة ذاتيا ولكن في بعض الأصناف بتعقد السمار بتاعتها عقد بكري بدون الحاجة لحبوب اللقاح طيب هل الكلام ده اقتصادي لا الكلام ده فعلا مش هيبه اقتصادي وأنا لا يفضل الاعتماد عليه فيجب علي أيضا زراعة الملقحات آه نشوف السؤال اللي بعد كده بيتكلم على آه بيقول لي بين العمليات التي تجرى لتحسين صفات حبات العنب البناتي الكوزية دي مهمة جدا في مزارع العنب آه كلمة صفات حبات العنب أنا هنا بيهمني إن أنا أزود حجم الحبة وأزود درجة التلوين وأزود حجم العنقود بتاعي يبقى المعاملات اللي أنا هعملها هتأثر عندي هنا على ثلاث حاجات حجم العنقود كامل وحجم الحبة وكمان لون الحبة يعني عملية التلوين طيب إيه اللي بيحصل بلاقي إن عندي الزهرة بتاعت أو العنقود الزهر بتاعي عن نبات العنب بيكون فيه نموه كسيف مما يؤدي إلى صغر حجم الحبات ودي صفة تسويقية غير مرغوبة فأنا فيه مجموعة من العمليات أنا هعملها عشان أضمن إن الحبات بتاعتي يبقى التلوين بتاعها جيد وكمان الحجم بتاع الحبة يكون حجم مناسب لعملية التسويق ويكون يحمل صفة مرغوبة أول حاجة أنا بعملها عشان راعي أو حبات العنب بتاعتي تكون جيدة بعمل معاملة بحمض الجبريلك كمنشط للنمو مرتين أو ثلاث مرات يبقى هنا أول حاجة بعمل معاملة بحمض الجبريلك 20 جزء في المليون عندما يصل العنقود الزهري لعشرة سنتي وتركيز 60 جزء في المليون وقت العقد طيب هنا فيه جزء مهم جدا حد يقول لي طيب أنا لما باستخدم حمض الجبريلك دوت مش دي تعتبر هرمون أو مادة نباتية أو منشط نباتي آه منشط ولكن أنا باستخدمه في حدود معينة متحددة بسميها الحد الآمن بما لا يؤثر على صحة المستهلك الحاجة اللي بعد كده الخطوة الثانية بعمل خف لفريعات يعني أنا باجي لو عندي فروع مزدهمة ببدأ أشيل هذه الفروع يدويا باستخدام مقصات رفيعة بما لا يؤثر أو بما لا يضر الحبات التاني وكمان بيقصر حجم العنقود بحوالي 5 سنتي وفيه معاملة مهمة جدا بتجرى تسمى عملية التحليق وعملية التحليق دي بتجرى على الدوابر الثامرية وتجرى على القصبات الثامرية إزاي الهدف من عملية التحليق حاجة إن أنا حوفر للنبات أو حوفر للعنقود بتاعي كمية كبيرة من المواد الغذائية مما يؤدي لزيادة حجم الحبات أعملها إزاي؟ أنا الجزء الخاص اللي بينقل عند العناصر الغذائية من الورقة لأجزاء النبات هو عبارة عن اللحاء أنا هنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أقطع خط سير العناصر الغذائية المكونة داخل الورقة ما رجحاش تاني على النبات أنا حقصر وجود هذه العناصر الغذائية على العنقود بتاعي يبقى أنا بعمل عملية تحليق إن أنا بزيل قلف الشجرة اللي هي جزء الخاص باللحاء بقطر حوالي 3 ملي وده بيستخدم به سكاكين خاصة مسافة بينها وبن بعضها حوالي 3 ملي بشيل بها جزء من اللحاء بما لا يضر الخشف بتاع النبات فهنا هنا حواجه كل العناصر الغذائية اللي الورقة بتعملها لفين لحبة العنق مما يؤدي لزيارة حجمها ولما بعمل عملية الخف بزود عملية التلوين يبقى هنا المعاملات قلنا المعاملة بتجيبريلك والخف وعملية تسمى عملية التحليم السؤال التاني بيقول لي أنقل العبارات الآتية بورقة الإجابة ثم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة في بعض هنا السؤال ألزمني إن أنا هنا أنقل العبارة الأول وبعد كده أكتب جنبها صح ولا غلط الجملة بتاعتي على حسب المفهوم بتاعي يعني هنا ما ينفعش حضرتك تكتب لي واحد الإجابة صحة والخطأ اتنين الإجابة صحة والخطأ تلاتة الإجابة صحة والخطأ لأ حضرتك تكتب الجملة كاملة وبعد كده نشوف الجملة بتاعتتي أول جمل بيقول لي فيه هي يفضل زراعة الزيتون في الأراضي أزائلة الخصوبة أو الأراضي العالية الخصوبة أو الأراضي الخصوبة هل المعلومة دي صحة ولا غلط نجي هنا نبص لنبات الزتون بتاعي لو أنا جيت أبص عليه في البداية أكتر مناطق بيزرع فيها نبات الزتون كانت موجودة عندي في منطقة سينة ومعروف أن الأرض هناك أراضي رملية يبقى هعرف من هنا أن الأرض الرملية بصفة عامة هي أراضي محتوىها من الأناصر الجزائية قليل يعني هي أراضي ليست خصبة يبقى هنا مبدئيا الجملة دي هتبقى غلط بس فيه جزء بقى عايزة أفهمه هو ليه لا يفضل زراعة الزتون في الأراضي العالية الخصبة أو الأراضي الخصبة لو أنا زرعت شجرة الزتون في أرض خصبة أو أراضي عالية الخصبة بلا أن النبات بيتجه لتكوين مجموع خضري على أساس المجموع الزهري وبالتالي النبات حيديني ورق ومش حيديني أزهار وطالبا ما فيش أزهار مش حيديني إيه محصول يبقى لو جينا نبص للجملة الأولانية يفضل زراعة الزتون في الأراضي الزائرة الخصبة تقول أن تقايب الجملة دي صحة والغلط الجملة دي هتغلط السؤال الثاني أو الجملة الثانية يزرع البرتقال عالميا ومحليا في مساحات أكبر من مساحات اليوسفي هل أكتر انتشارا أنا أقس على النبات اللي عندي في السوق أكثر انتشارا والأصناف المحببة واللي بتدخل في عملية التصدير واللي بتدخل في عملية التصنيع هو نبات البرتقال ولا نبات اليوسفي بلا أن عندي أكتر محصول فيهم هم الاثنين بيستخدم بصفة أكثر في التسويق وموجود أكتر في السوق وهو محصول البرتقال إذا الجملة دي صحة السؤال اللي بعد كده بيقول لي العقل الساقية من أفضل طرق التكاثر الشائعة في نباتات الكمتر هنا لما جينا تكلمنا وإحنا بنتكلم على الأصناف الملقحات وطريقة التربية قلت أن أنا بعمل عندي هنا أصول طب الأصول اللي بتنتج عندي في العائلة التفاحية الأصول الناتجة لنبات الكمترة بتكون أصول بزري الأصول المستخدمة في إكسار نبات الكمترة هي أصول بزرية وليست أصول خضرية يبقى العقل الساقية من أفضل طرق التكاثر الشائعة في الكمترة الكلام ده غلط لأن أولا الكمترة بتتكاثر عندي أو النبات عندي اللي بيزرع بتبقى شتلات مطعومة وشتلات مطعومة على أصول بزري يبقى لنا الجملة دية غلط السؤال اللي بعد كده ثانيا خاص بسؤال خاص بنبات الخضر أو المجموعة التانية النباتية اللي احنا بنتكلم عليها نبات الخضر وهنا السؤال بيقول لي اكتب عن محصول الجزر من حيس لما يجيلي سؤال زي ده أنا هنا بسترجع معلوماتي وشوف الحاجات اللي هو طالبها هو هنا طالب عندي أربع معلومات رئيسية ما هي الطربة المناسبة؟ إيه هو؟ معاد الزراعة ما هي كمية التقاوي اللازمة لزراعة الفدان وتكلم عن عملية النطج وعملية الحصان لو جينا في البداية نتكلم على نبات الجزر أنا بص للنبات اللي عندي إيه الأول؟ الجزء الاقتصادي فيه هو عبارة عن إيه؟ نبات الجزر الجزء الاقتصادي أيوة تمام؟ أنا سأب كده جزء الاقتصادي في الجزر والبنجر هو عبارة عن الجزور والجزر دوت عشان ياخد راحته فيه النمو وبيديني حجمه أكبر يبقى الطربة بتاعتي يفضل أن تكون أراضي صفراء خفيفة يبقى أول حاجة لما نيجي نتكلم عن الطربة المناسبة للجزر هي الأراضي الصفراء الخفيفة والسقيلة ولا يفضل زراعته في الأراضي الطينية بالنسبة لمعهد الزراعة؟ بلايه عند الجزر البلدي بيزرع من أول شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر أما في الأصناف الأجنبية بتمتد الزراعة حتى تصل إلى الزراعة في شهر مايو في المناطق الساحلي يبقى الأصناف البلدي بيزرع في أغسطس وسبتمبر وأول أكتوبر الأصناف الأجنبية بتزرع من أغسطس حتى فبراير ولو أنا زارع الجزر ده في المنطقة الساحلية قد تمتد زراعته إلى شهر مايو كمية التقاوي إحنا وضحنا فرقنا ما بين حاجتين في عندي أصناف بلدية وعندي أصناف أجنبية إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الجزر البلدي الجزر بتاعتي حجمها صغير يعني الجزر نفسه حجمه صغير أما الجزر الأجنبي الجزر بتاعتي حجمها كبير فأنا لما باجي أزرع النبات بتاعي طالما الجزر حجمه كبير يبقى المسافة بين النبات والتاني هتبقى مسافة أوسع وبالتالي كمية التقاوي اللي هنا هتبقى كمية أقل يبقى هنا كمية التقاوي اللازمة لزراعة فدان لو أنا زارع الجزر بالصنف البلدي بلاقي أن الفدان بتاعي بياخد حوالي 5 كيلو جرام تقاوي ولو أنا زارع من الأصناف الأجنبية بلاقي أن الفدان بيحتاج من 2 إلى 3 كيلو جرام المعاملة اللي بعد كده بتكلم فيها على النضج والحصاد نبات الجزر بينضج عندي إمتى؟ بينضج نبات الجزر بعد حوالي 3 إلى 4 شهور طيب أنا عايز أجمع المحصول بتاعي إحنا زي قلنا في البداية خالص لما جئنا نتكلم على الطربة قلنا النبات الجزر الجزء الاقتصادي فيه عبارة عن الجزور والجزور موجودة أسفل سطح الطرب طيب في عندي طريقتين من طرق الجمع طريقة الأولانية الطريقة اليدوية والطريقة الثانية الطريقة الألي في حالة الطريقة اليدوية بعمل إيه؟ بجيب عندي حاجة اسمها أوتاد معدنية وتد معدني والوتد المعدني دوة بيجي العامل بيجي عندي في المزرعة بيمسك النبات بييدو الشمال بيمسك النبات من العرش بتاعه وبييدو الشمال وبيضع الوتد أسفل الجزء ويعمل خالخالة للطربة وبالييد التانية بيشد الجزور بتاعتي فبيقتلع النبات من الأرض ويقرر هذه العملية مع النبات باستمرار طبعا الكلام ده بيستخدم فيه لو أنا عندي زارع في مساحات قليلة أما لو عندي زارع في مساحات كبيرة فيفضل عندي حاجة اسمها الجمع بيستخدام آلات خاصة أو آلات الجمع الآلي ودي آلة بتمر في جزء منها بيعمل خالخالة لسطح التربة وجزء التاني بيمسك الجزور بتاعتي وبيقتلعها من سطح التربة يبقى هنا الجزر بيزرع في الأراضي الصفراء الخفيفة كمية التقاوى بتاعتي خمسة كيلو في الجزر البلدي اتنين لتلاتة كيلو في الأصناف الأجنبية بيزرع الجزر في شهر أغسطس لشهر أكتوبر لو كان الجزر بلدي الأصناف الأجنبية بتزرع من أغسطس حتى فبراير في المصر الوسطى ولو كان عند المناطق السحلية بتتمر الزراعة وتمتد زراعة الجزر حتى شهر ميو السؤال اللي بعد كده سؤال خاص برضو بمحاصيل الخضر وبنتكلم فيه بيقول لي أكمل بكلمات مناسبة ثم إنقلها كاملة برضو في كراسة الإجابة الجزر دي مهمة جدا حضرات عشان لما نيجي وإحنا شغالين أنا ما أنساش هو بيقول لي إن الجملة يبقى لازم أكتب هنا رقم السؤال الثلاثة والجزر بتاعته به يبقى إجابة السؤال الثالث رقم به رقم واحد بكتب له الجملة كاملة وبعد كده بأكمل الجزئية بتاعتي وبميزها سواء إن أنا أعمل عليها خط أعمل تحتها دايرة أعمل عليها علامة مميزة عشان يبين الإجابة بتاعتي السؤال الأول بيقول إيه تعتبر البسلة من النباتات بالنسبة لتأثير الفترة الضوئية على الإزهار نبات البسلة قلنا لما جينا تكلمنا عليه قلنا النبات البسلة دوت بيزرع في عروات مختلفة معنى إن النبات كلمة تأثيره في الفترة الضوئية لما جينا تكلمنا على الفترة الضوئية بالنسبة للنبات قلنا إن في بعض النباتات بنسميها نباتات نهار طويل اللي هي بتحتاج عدد من ساعات الضوء أكثر من 12 ساعة وفي نباتات بتحتاج أقل من 12 ساعة ضوء بنسميها نباتات النهار القصير طيب نبات البسلة بتاعنا هل هو من نباتات النهار الطويل ولا من نباتات النهار القصير نبات البسلة لا نبات نهار طويل ولا نبات نهار قصير نبات البسلة من ضمن النباتات المحيدة ضوئيا يعني لا تتأثر بطور الفترة الضوئية تمام كده؟ الجزء الثاني بيتكلم فيها على معاد زراعة محصول البقدونس ومحصول البقدونس من ضمن محاصيل الخضر الورقية والنبات بتاع البقدونس بيزرع كمحصول شتوي ابتداء من شهر اغسطس وشهر سبتمبر وشهر اكتوبر وشهر نوفمبر وتمتد الزراعة حتى شهر فبراير لانه بيزرع ايضا فيه علوات لانه محصول ورقي وفترة النمو بتاعته قليلة يبقى بالنسبة للنبات البقدونس بتستمر الزراعة بتاعته من شهر ايه؟ من شهر اغسطس حتى شهر فبراير نشوف كده مع بعض تمام من شهر اغسطس حتى شهر فبراير طيب لو جينا السؤال اللي بعديه بيقول كمية المحصول الناتج من مساحة فدان نبات الملوخية في العروات الدفية هنا لو انا زارع نبات ملوخية في عروة دفية هنا معناها ان انا باخد من النبات اكتر من اربع حشات يعني باخد في الفدان بتاعي باخد منه من اربع الى ستة حشات يبقى لو انا زارع في العروات الدفية في نبات الملوخية باخد عندي من اربع الى ستة حشات ولو انا خدت اربع حشات بيديني الفدان حوالي تمانية طن ولو انا زارع بخدت منه ستة حشات بيديني حوالي اتناشر طن يبقى هنا لو انا كتبت في كمية المحصول كتبت من اربع الى ستة حشات كتبت اربع حشات تزن تمانية طن او ستة حشات تزن اتناشر طن او تكتبها من اربع الى ستة حشات والوزن بتاعها فعلا من تمانية الى اتناشر طن الجزء اللي بعد كده كان بيسأل فيه على النبت الاخضر لما جينا نتكلمنا على الخضر النبتة ونفكر مع بعض كلمة خضر نبتة لان نفكر كده كانت بتتعمل ازاي احنا قولنا انه كنا بنجيب البذرة بتاعة نبات والاقرب حاجة اللي زهننا وليت منتشرة والوزن بيعملها اللي هي الحلبة المنبتة اللي بتستخدم في بعض مناسبات الاعياد اللي بيحصل ان انا بجيب البذرة وبأنقحة في المية وبغير عليها المية اكتر من مرة وبعد كده بيعمل لها عملية كامرة حتى خروج الجزير وبعد كده بسيبها لما يخرج عليها البادرة تتحول الى اللون الاخضر وده بيكون عند عمر كام يوم من الزراعة بعد عمر من واحد الى خمسة ايام ده السؤال الخاص بالخضر السؤال رقم اتنين وده كان خاص بسؤال اكمل نشوف السؤال اللي بعد كده برضو في السؤال التالت والعنصر رقم جيم ونشوف هو بتكلم فيه عن ايه بيقول لي انقل العبارات الاعتية برضو بورقة الاجابة يبقى هنا يجب علي ان ننقل الورقة للسؤال كامل في الورقة وبعد كده اكتب قصاد منه الاجابة بتاعتي صح ولا غلب اول جملة بيقول لي هنا الغرض من تعقير محصول البامية هو الحصول على محصول مباك نشوف الاول كلمة تعقير ايه اللي بيتم فيها كمحصول او كمحصول البامية ايه اللي بيتم عملية التعقير دي بتتم ازاي بعد نهاية الموسم بتاع الجمع بيتم ازالة معظم بزيل كل النموات بسيب عندي او بيقصر النبات لاتفاع معين وبسيبه في الارض بيستمر معايا للموسم اللي جاي هنا انا كتبت ايه عندي نبات قائم بالفعل جزء وجزء ساق طيب الجزء دوت لما يجي النمو في الموسم اللي اجي ابعديه انا زرع نبات بزرة عشان النبات يستمر في عملية النمو الخضر يكون مجموعة جزر قوي يكون ساق وبعد كده يتكون عليها ازهار وبعد كده يتكون محصول هياخد وقت اما هنا عند النبات موجود بالفعل كل عند ما يوصل النبات لبداية مرحلة النمو هيبدأ يطلع الاورقة وبعد كده هتبدأ ازهارة تخرج وبالتالي فعلا المحصول بتاعي هيبقى مبكر يبقى لو انا هستخدم عملية التعقير يبقى عملية التعقير الهدف منها الحصول على محصول مبكر ولكن هذه العملية غير مرغوبة لانها تؤدي الى انتشار الامراض بس الجملة بالنسبة لنا طالما ان انا بعمل تعقير الهدف منها فعلا ان هو الحصول على محصول مبكر الجملة التانية بقول لي تعتبر درجة الحرارة من 35 الى 40 درجة مئوية انسب درجات الحرارة لعقد سمار الفصلية درجة الحرارة عند 35 الى 40 درجة مئوية درجة حرارة عالية هي فعلا محصول الفصلية محصول صيفي ولكن عند هذه الدرجة حبوب اللقاح بتاعتي بتموت فهي ليست اكفضل درجة لعقد السمار بتاعة نبات الفصلية يبقى الجملة غلط الجملة اللي بعد كده بيقول لي من علامات نضج في الشمام تغير لون السمار من اللون الاخضر الى اللون الاصفر نبات الشمام من ضمن نباتات العائلة القرعية والجزء الاقتصادي عندي هو عبارة عن الثمرة كلنا عارفين الصورة اللي احنا بنسوّع عليها نبات الشمام احنا بنشوف نبات الشمام لونه ايه في البيت بنشوف او في السوق بنشوف لونه ايه بنشوف لونه اصفر هل اللون الاصفر دوت النبات بمجرد ما بيعقد هل اللون ده بيكون الطبيعي بتاع النبات اول ما بتعقد السمار عليه لا النبات اللي عندي بداية عقد الثامرة بيكون لون الثامرة لونها أخضر وبعد كده بتصل لمرحلة النطج فعلامة من ضمن علامات نطج محصول الشمام هي تحول الثامرة من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر وبالتالي الجملة دي تعتبر ايه؟ جملة صحيح طيب يتميز بطيخ الزراعة البعلية بالجودة العالية لقلة الإصابة بالأمراض الفطرية أولاً المحصول للبطيخ البعلي البطيخ البعلي يعتبر أفضل وأجود أنواع البطيخ في السوق ليه؟ في حالة البطيخ البعلي لما أجي أزرع في الزراعة البعلية أنا بعمل إيه؟ أنا بسيب النبات في الأرض برجو الأرض ري جيد بحط النبات وديها كمية احتياجاتها من المية وأثناء فترة نمو النبات لا يتم ري النبات وبالتالي عندي كمية الرطوبة في الطربة عندي كمية منخفضة والمصدر الرئيسي لانتشار الأمراض الفطرية في النبات هو عبارة عن وجود نسبة المية طيب أنا هنا عندي النبات لا يروى بكمية كبيرة المية بتاعتي بياخدها من الماء المخزن داخل سطح الطربة يبقى هنا فعلاً يعتبر البطيخ البعلي بالإضافة لجوداته التسوقية العالية وقلة إصابته بالأمراض يبقى زين الجملة اللي عندي دي جملة صحيح السؤال اللي بعد كده سؤال خاص بجزء العنصر الرابع اللي عندي هو جزء خاص نباتات الزين احنا زي ما احنا وضحنا برضو هنأكد على حضراتكو تاني لما جي شغال أنا بجاوب عنه يكفيني الإجابة في كل سؤال عن جزئيتين بس من كل سؤال عن جزئيتين جاوبت الثلاثة أوكي بس يفضل أن أنت تجاوب جزئيتين بس ما ترهقش نفسك اقرأ السؤال كويس اختار الجزئيتين اللي حضرتك حتحلهم وحلهم باسمهم السؤال الثالث ده أنا بتكلم على الزينة تكتب عندي ثالثاً الزينة إجابة السؤال الرابع رقم إذا كنت حتجاوب ألف اكتب لي رقم ألف أول جملة بتكلم فيها هنا على إيه بقول لي يتم توفير الرطوبة اللازمة في الجو المحيط بالنباتات المنزلية عن طريق أول حاجة نتكلم عليه هنا وكون حضرة في ذهني كل النباتات التنسيء الداخل المنزلية هي عبارة عن نباتات ورقية وتحتاج إلى نسبة كبيرة أو نسبة عالية من الرطوبة طيب أنا عشان أوفر الرطوبة الخاصة بالنبات أعملها إزاي؟ عشان أوفر كمية الرطوبة الخاصة بالنبات أنا بعمل حاجتين لو في فصل الصيف حرش النبات برشاشة أو بخاخة يوم بعد يوم أو يومي الحاجة التانية أن أنا ممكن أحط الإناء بتاعي في إناء به بيتموس مبلل بالمية وده يساعد على توفير نسبة الرطوبة يبقى أنا عندي هنا حاجتين هعملهم لو أنا هستخدم لو أنا هستخدم أو أنا عايز أرفع نسبة الرطوبة أول حاجة هعملها إن أنا حاملة واقع كبير بالبيتموس والبيتموس ده يكون عندي مبلل وحط فيه الأصار بتاعتي اللي فيها النبات وبالتالي حياخد أو حيوفر له نسبة الرطوبة الحاجة التانية إن لو عندي درجة الحرارة في فصل الصيف عالية بيتم رش رزاز باستخدام رشاش أو بخاخة يوم بعد يوم أو يوميا طيب هنا فيه ملحوظة مهمة جدا وده برضه نراجع عليها حتى كده مع بعض هل البيتموس اللي موجود عندي اللي أنا باستخدمه في رفع نسبة الرطوبة هل يفضل موجود عندي واستخدمه فترة طويلة طول السنة؟ لا بلاقي عندي فيه مشكلة هنا البيتموس ده بعد ثلاث لأربع شهور يفضل إن أنا أفرغه من الإصيص واعمله عملية تشميس عشان أقضي فيه على المسببات الميكروبات اللي كانت موجودة فيه وبعيد استخدامه مرة إيه مرة تانية يبقى عشان أوفر نسبة الرطوبة بجيب إناء بحط فيه بيتموس والبيتموس ده يكون عندي مبلل وبعد كده بحط فيه الإصيص بتاعي الحاجة التانية لما درجة الحرارة بزيط في فصل الصيف بيتم استخدام باستخدام رشاشة أو بخاخة بيتم رش النبات كم مرة مرة يوم بعد يوم لزيادة نسبة الرطوبة الجملة التانية اللي مطلوب إكمالها بيقول لي يتوقف ارتفاع قص المسطحات الخضرة على عدة عوامل الله سؤال جميل هنا بيقول لي المسطحات الخضرة مسطح كله أخضر طيب لما جي من ضمن العمليات الخدمة التي تجرى على المسطحات الخضراء عمليات القص ودي تعتبر من ضمن أهم العمليات الخدمة اللي موجودة طيب تتوقف على طيب أنا أفرأ أما بين حكتين لو أنا زارع نجيل ولو أنا زارع جزون الفرق ما بين cellular اتنين النجيل بتاعي نمو بتاعه مفترش قريب ما نصحة حط تربة الجزون بتاعي نمو بتاعه رأسي طيب هنا لو أنا هقص نبات زي نبات الجزون يقص على ارتفاع منخفض ولا ارتفاع مرتفع يفطن يقص على ارتفاع مرتفع طيب لو انا زارع النجيل النجيل بتاعه النمو بتاعه ايه مفتلش يبقى هنا النبات بتاعه بيقص على مستوى منخفض يبقى اول عامل من ضمن العوامل المهمة جدا ان انا رأيها في مستوى قص او ارتفاع قص المسطحات الخضرة نوع النبات اللي عندي طبيعة نمو النبات اقولت زي ما انا وضحت كده لو انا عندي نجيل النجيل بتاعي بيكون نمو مفتلش فيقص على ارتفاعات منخفضة طيب حتة مهمة جدا انا بقص النبات اصلا ليه بقص النبات عشان باعمل بيه توازن ما بين كمية الاوراق وكمية السقان واحافظ على شكل النبات الحاجة التانية الغرض من استخدام المسطح بتاعي ليه الهدف من استخدام المسطح في عندي نوعية من استخدامات المسطحات الخضراء اللي هي ملاعب الجولف وملاعب كرة القدم غير لو انا عندي مسطح انا بستخدمه في حديقة منزلية او في حديقة عام بالنسبة ليه المسطحات الخضراء في مزارع الجولف ومزارع كرة القدم هنا عندي عايز الارض بتاعتي تكون شبه مستوية فالقص بتاعي عشان اخل الارض بتاعتي شبه مستوية فالقص بتاعي يكون قص منخفض يعني بيكون مستوى النبات بيكون حوالي عدة ملي مترات ولذلك المسطحات الجولف غالبا ما يتم قصها يوميا او يقص يوم بعد يوم يبقى الغرض من استخدام لو انا عملها كملاعب وخاصة ملاعب الجولف دي بتقص على ارتفاعات منخفضة ويتم القص بتاعي يوم بعد يوم غير لو انا عملها لحديقة منزلية الجزء التاني الخاص بتاعي اللي عندي او العامل التاني اللي بيؤثر على معدل ارتفاع القص في المسطحات الخضرة نوع الترب هل نوع التربة بيؤثر عندي على عملية القص ايوا نوع التربة بيؤثر ازاي انا زارع مسطح اخضر في ارض رملية والارض الرملية معروف ان الاراضي الرملية اراضي مفككة البناء انا هستخدم مكينة قص النجيل المكينة دي فيها سكينة بتدور حلزوني وبتقص النبات والنبات مسبت في الارض هنا لو انا جيت قصيط على ارتفاع منخفض بيكون النبات بتاعي لو الارض بتاعتي مفككة بيكون عرضة لاقتلاع لو انا قصيط على ارتفاع منخفض يبقى نوع التربة بيؤثر ازاي كانت الاراضي بتاعتي اراضي رملية مفككة بيكون ارتفاع القص عالي لو الاراضي اراضي طينية بيكون الاص بتاعي اص منخفض السؤال اللي بعد كده سؤال اكمل وكاتب لي برضو فيه انقل الاجابة او انقل الجملة في كراست الاجابة نكمل يمتاز الطراز الفرعوني بان الحدائق فيه ذات نظام النظام الفرعوني كان من ضمن طرز التنسيق الحدائق فيه وكان بيتميز فيه بان النظام اللي موجود عندي هو من ضمن النظام الهندسي المتناظر وكان بيستخدم عندي جزء مهم جدا من ضمن عناصر التنسيق في النظام الفرعوني هو العنصر المائي كان عبارة عن فسائي على شكل مستطيل يبقى العنصر الاكمل اللي بعد كده يمتاز الطراز الفرعوني بان الحدائق فيه كانت عن نظام هندسي متناظر والعنصر المائي اللي كنت بيستخدمه كان عبارة عن شكل فسائي في شكل مستطيل الجملة الرابعة مهمة جدا عندي من أشكال تصميمات البونساي من أشكال تصميمات البونساي اللي هي الأشجار القزمية في عندي ليها مجموعة من الأشكال في عندي شكل العمودي المنتصب وعندي العمودي اللي هي منتصب وعندي شكل المائل والشلال وعندي شكل شبه الشلال ودي يمكن صورة بتبين لي هنا أشكال البونساي أو نباتات البونساي في شكل العمودي المنتصب والبونساي المائل والبونساي الشلال والبونساي شبه الشلال لو احنا بصينا للجزء الأولاني العمودي المنتصب حلاق النبات اللي عندي نبات قائم كل جزء بتاعي قائم فيه نبات البونصاي المائل بلاقي الجزء بتاعي في جزء من الشجرة بتاعتي بيكون فيها جزء من الميل والجزور بتاعتي بتكون واضحة فوق سطح الإناء بالنسبة للبونصاي في شكل الشلال ده بيكون عندي الجزء بتاعي مائل ورأس الشجرة بتبقى موجود أسفل سطح الإناء السؤال الرابع أكتب أهم ما يراه عند تنسيق الحديق المنزلية وعلل يعتبر شجرة السدر من أفضل الأشجار التي تصلح لعمليات التقزم بالنسبة للجزء الأولاني عند تنسيق الحديقة الأمامية يفضل ترك المسطح الأخضر الأساسي مكشوف ولا تقطعه أشجار أو شجيرات الجزء الثاني الأشجار والشجيرات بتحيط بالمنزل بحيث لا تغطي المنزل أو تكون أحجامها مناسبة لمساحة المنزل والحديقة وكمان أنا بعمل طريق مباشر ومستقيم من الشارع إلى المدخل ولا تستخدم نباتات ضخمة بجوار المداخل هنا حنوضح حتة بسيطة جدا عندي شكل بيبينني شكل الحديقة الأمامية وشكل الحديقة الخلفية في الحديقة الأمامية موجودة عندي المشاية بينها والأشجار بتاعتي ما هيش حجمها كبيرة عشان شكل ما بنيبان وكمان المسطح الأخضر بتاعي بيكون واضح بالنسبة للحديقة الخلفية بتتميز بشيء من الخصصية فيها مقاعد خاصة بعملية التنزه وتناول بعض الأطعمة السؤال الأخير كان بتكلم على تعتبر شجرة السدر من أفضل الأشجار التي تصلح للتقزم في بيئة البيئة العربية لسبب قوة احتمالها لجميع الظروف البيئية وقلة الري وكمان ليلة الأفرع عند الثانية والتشكيل وجمال أوراقها وصغر حجمها وحنشوف صورة كده لنبات السدر دوت هذه بتبقيل لي شكل الشجرة والفروع بتاعتها وبنميز هنا برضو الأوراق بتاعتي شكلها فروع رفيعة والأوراق بتاعتي أوراق جيدة والثمار بتاعتي سمار بتظهر عندي بتونة لينة وبكده إحنا استعرضنا مع بعض نموذج من نمازج خدمة الحاصلات البستانية ومنأكد برضو مع بعض مرة تانية إن السؤال أو المن القرر بتاعي عبارة عن ثلاث أجزاء جزء فاكهة وجزء خضر وجزء زينة بالتوفيق لحضراتكم وإحنا كده يمكن استعرضنا بعض النمازج الأسئلة واتكلمنا فيها بشيء من التفصيل وإحنا منتظرين استفساراتكم وأسئلتكم على مجروب التليجرام الخاص أو قناتنا قناة مصر التعليمية بنتابع استفساراتكم وبنجواب عليها إن شاء الله ونعدكم إن شاء الله بحلقات تانية مراجعة في مادة خدمة الحاصلات البستانية وإن شاء الله نشوفكم على خير في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم